لا يزال ملف التجارة الخارجية يشكل صدعاً حقيقياً للحكومة على خلفية التلاعبات الحاصلة على مستوى الموانئ وقيمة العملة الصعبة الضخمة المهربة من وإلى الخارج يقودها مستوردون في وضح النهار بتضخيمهم فوثير الصلعي ليهرب الفارق من العملة الصعبة إلى المصارف الأجنبية فبلغة الأرقام الجسائر خسرت ملاير الدولارات بسبب تهريب غير المشروع للأموال اليوم أصبحت تمارس بطريقة قانونية من طرف متعاملين تحت غطاء الاستثمار والاستراد فما خوفي أعدم خلف أسوار حوية الشحن 2019 كانت الناس تستورد حويات فيها الحجر حويات فيها يعني صبنا فيها كياس من الدسابل للساكدسابل صبنا فيها مكينات قديمة لداخل الحويات وكانت يعني فوطرة بمبلغ خيالية هذا اليوم بتحولت الأموال راحت علش نشوفوا اليوم يعني أنا بين 2019 اليوم من 45-46 في سجل تجاري للإسر صبحنا اليوم حتى 12-13 في سجل تجاري كذلك من قبل كانت الناس تجيب حوية وتسمح فيها في الميناء ولكن المقابل ذلك كان تحويل كان ندير التحويل كان راح عن طريق يعني لالسي نعلي ذات لالسي ونيتي كونتر هذا اللجنة يتحول الأموال قبل متلحق للحوية كانوا عندهم شركات هنا يا يروح إلى الدول الأسيوية في الدول الأسيوية هناك يفتح شركة باسمه هو يعني كل تسهيلات كنا في الدول كلنا نعرف أنه الدول الأسيوية هناك تسهيلات يفتح شركة باسمه ويجي الفاتورة باسم الشركة التعوب إلى الجزائر باسم الشركة التعوب كذلك ويحول هذه الأموال يعني هو اللعب حميدة والرشام حميدة بالرغم من تراجع قيمة تكاليف الشحن في الأسواق العالمية إلا أن مبلغ الفاتورة مرتفعة عند أغلب المستوردين يلعبوا على مستوى الشحن اليوم الشحن راهو نزل قتلك إلى أدنى مستوية التعوب راهو حوالي من الصين إلى الجزائر راهو نوصلنا حتى الـ 2000-2500 دولار للحاوية ولكن هو مزال في الفاتورة تاعه كي تشوف الفاتورة تاعه وشراه يعني يسجل الفاتورة تاعه 8000-1020000 دولار للحاوية واحدة هذا هذا من شيء من اللي يخلي هنا تتدخيم فواطر في مجال الشحن التدقيق في مدى مطابقة أسعار البضائع وتكلف الشحن في الأسواق العالمية والاعتماد على منصة رقمية بهدف مراقبة الفواتير كل هذا سيضيق الخناق على المتلاعبين بأموال الدولة ويكبح نسيف العملة الصعبة إلى الخارج